مزنسة للمراس الحلقة 412 بتبدأ الحلقة بمزنة لما بتروح لباسل وبيفتح الباب هو مصدوم جدا بتقوله مفروض ما تصدمش احنا المفروض عائلة اما بالنسبة لزينة فبتكلم لينة اللي كانت صحي منهم فرحانة جدا وبتقول لها ايه سبب بسامتك دي بتقول لها ان باد رجالها واعترف لها بحب وانها كانت فرحانة جدا بعد كده منلاقي ان الجدة مزنة بتتكلم مع باسل وبتقوله ان لازم ياسمين ترجع لجوزها حتى لو هم غلطوا احنا المفروض الكبار نبقى معاهم وننسى موضوع الشيك اما ماجد فكان قاعد مع اسيا في الكافيه وقاعدين بيتكلموا مع بعض وبتبدأ تعرفوا عن نفسها وبيقول لها ليه اختفتي فجأة قالت انها كانت مسافرة هو كمان قال لها ان ليه بنت مسافرة وحشته جدا اما ابراهيم فبيتكلم مع يوسف يوسف بيقول له انت متأكد ان اسيا مسألتكش مين ابو مريم وليه مسألتكش مين ابوها الحقيقي بيرد ابراهيم بيقول ان هي عايزك ما تساقش فيها انا معرفش ممكن بعد كده منلاقي ان ماجد مستعجل جدا وببصد الساعة اما كانت اسيا بتحكيله عن قصة حياتها وازاي سافرت وازاي عملت المستشفى عشان تشتغل فيها لكنها بتقول له شكلك عايز تمشي بيقول لها انا فعلا عندي مشوار بتقول له ممكن اشاركك المشوار ده زيد بيستعد ان هو يوجه ضربة قوية جدا لماجد وطبعا كل ده بمساعدة اخو خالد اما بالنسبة لمنصور فكان بيبعت رسالة لزينة بيقول لها ان هو عايز يقبلها حور ونواف موجودين في المكتب وبيشوفوا الشغل بيقول لها انك اجمل وحدة بترد وتقول له اصدك ايه قال لها اصد يعني احسن مديرة بعد كده بيبدأ يتكلم معاها وبيقول لها ما تقلقش ان اي حاجة موجودة دلوقتي واي مشاكل هتروح على طول بعد كده بيدخل ابراهيم فجأة عليهم بتسأله في حاجة يا ابراهيم بيرده ويقول انا عن نفسي مفيش حاجة لكن غير عنده حاجة اما منصور فرح لفحده بيقول له اي حاجة تحصل قدامك اوعى تتكلم ولا تتدخل قال له حاجة زي ايه بيبص يلاقي زينة وصلت بيستغرب جدا منصوره بياخدها وبيعود معاها اما ماجد فبيدخل طبعا المكان بتاع شروق وهو متأثر جدا وبيقول ان المكان ده ما جاتش عايز يجي لوحده وبيشكر اسيا انها جات معاه طبعا كان في المكان وممسوط جدا ومسك في صورة بنته شروق وكان متأثر جدا وبيشكر اسيا انها وقفت جنبه الفترة دي بعد كده منلاقي زينة قعد معا منصور اللي بيقول لها ان هو كانت منعا جوازته وما كانش مفروض ان هو يتجوز وانه تصرع كل ده طبعا كانت فرحانة به وبيقول لها كمان لازم تكلميلي ابوكي ان هو يغير فكره شوية اما ابو مصعب فبدأت بنته ماريم تديله الشربة وبتدخل اسيا مرة واحدة فبتقول لها وبتتحجج لها ان هو ما عندوش حد وانها جابت الشربة دي من المطبخ خلت الناس اللي في المطبخ يعملوها وجابت حاله عشان ما عندوش حد فبترد اسيا وبتقول لها ازاي بقى ما عندوش حد منتقهو كل عيلته وكأنها عارفة بالزبط ان فعلا ماريم بنت ابو مصعب اما بالنسبة لصحر فبتفتح الباب وبتتصدن بوجود زيد وبتخلص الحلقة على كده ودي كانت اهم احداث الحلقة 412 من مسلسل المراس ما تنسوش تشيركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان نمسلكو كل جديد اشوفكو على خير باي باي